أكد قيادينا في الإطارة التنسيقية أن رئيس الوزراء محمد الشعاء السوداني يقترب من الحصول على ولاية ثانية بدعم سياسي كبير وبينا أن فكرة التجديد مرة ثانية للسوداني تحظى بتأييد أغلب القوى الخاصة في الإطارة التنسيقية وأن زعيم ائتلاف دولة القانون ركام المالكي هو المعترض الوحيد والذي يحاول عرقلة ذلك بالدعوة للانتخابات المبكرة وأضاف القيادي أن الخرطة الشعية في الانتخابات المقبلة في حال فقد الإطارة التنسيقية تماسكه ستكون كالآتي التحالف الأول هو التحالف الحجد الشعبي ويسمى الفتح ويقوده هادي العمري وبعض الفصائل الصغيرة وتحالف الثاني سيكون بزعامة دولة القانون للمالكي وتحالف الثالث وهو الأهم للكيان السياسي الجديد للسوداني ومعه المنشقين من الإطارة